مرحباً 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 ده الكلام اللي كان بيتقال هنا كتير كانت جماهير النادي الأهلي على ثقة من الأهلي هيستعيد توازنه مرة تانية وأن الأهلي هيواصل مشواره قد كان تخط عقبة الترجي بفوز غالي زهاباً وآياباً بإجبالي نتيجة أو بمجموعة نتيجة المباراتين 4-0 مرحباً 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 فريق بحجم الترجي وهو عارف أنه أمام الأهلي في القاهرة صعب قوي فكرة المنتدى يمكن ده اللي خلاقي لحد كبير مستسلم يمكن ده اللي خلا قيادته الفنية قنيسي البوسعيدي متخفش شوية في طريقة لعبه لكن ما شفناش أي خطورة توسكر للترجي ما شفناش أي تهديد للترجي والأهلي الحقيقة ساعد في حالة الأهلي الفنية خطت وتشكيل مستر مارسل كولر ساعد الأهلي على أنه يسيطر على المباراة من بدايتها لنهايتها وكان من الممكن برضو زيادة الغلة والرصيد من الأهداف لكن سيبك من قصة المكسب وسيبك من قصة التأهل النهائي وسيبك من قصة الأهداف كلم كرة شوية مبارح الحقيقة أنا شفت الأهلي مع تحفوزي أو بين قسين كده على مستوى الترجي يعني ده مش هيكون أبدا نفس مستوى الفريق اللي هنقابله في النهائي توقع تماماً وجه مغير جداً للوداد ووداد فريق عنده شخصية بطل وده ظهر في مباراته النهاردة قدام سانداونز هي موقعة بكل ما تحملوا كلمة من معاني بين اتنين من أفضل ثلاث فرق في أفريقيا لو جاز لنا أن احنا نلخص المرحلة بتاعة أفريقيا في آخر ثلاث أربع سنين تقدر تقول أن الأهلي ووداد سانداونز هم أفضل ثلاث فرق بتلعب كرة في أفريقيا فرق عندها طموح الوصول للقب فرق عندها من الإمكانيات الفنية والمهارية اللي يؤهلها أن هي تنافس على بطولة بحجم بطولة الأفريقية بطولة الدوري الأبطال ويجي معاهم طبعا أنديه تانية كتير طبعا ده ما يقللش من قيمة الترجي ما يقللش من قيمة الرجاع ما يقللش من قيمة شباب شبيبة القبائل أو شباب لوزداد أو حتى سينبا التنزاني اللي بيقدم حقيقة كرة ممتعة جدا في النسخة الأخيرة لكن يظل الأهلي هو الأهلي أمام النسخة الأفضل من الزمالك من يمكن أكتر من 20 سنة في تاريخ الزمالك في دوري الأبطال فاز الأهلي بالنجمة التسعة فاز الأهلي ببطولة دوري الأبطال على حساب الزمالك ثم كانت تتويج العاشر على حساب كايزر تشيفز بسلسية ولا أروع في النهاية في واحدة من أعلى الاسكورات اللي حصلت في مباراة نهاية دوري الأبطال ثم كان طبعا سيناريو الوداد اللي احنا مش عايزين نرجع عليه تاني ولكن عندنا الفرصة لرد وعتبار وخصوصا المباراة المرادي أو المواجهة المرادي هتكون من مباراتين مباراة زهاب هتقام هنا في القاهرة يوم 4 يونيو ثم مباراة العودة هتقام في الدار البيضة يوم 11 يونيو الوداد النهاردة ظهر بشخصية ولا أروع وأنا قلت الحقيقة ويمكن مع كتير من ضيوفي سواع على الهواء وحتى بره الهواء لما كنت بتكلم كانت أغلب الناس شايفة إنه ساند داونز وهو يستحق بصراح عشان يكون صراحين يعني يستحق إنه كان يوصل لدوري الأبطال لكن الوصول لمباراة النهائي سيناريو صعب مش مرتبط بس بالجدارة ولا بالكفاءة ولا بالإمكانيات فريق بيلعب كرة حلوة ومحترمة ومحدش يقدر ينكر ده لكن في عامل تانية كتير جدا وخصوصا بعد التعادل في كازا بلانكا في الدارة البيضة بنتيجة 0-0 يكون لألك خلصان خلاص ساند داونز في النهاية مفيش كلام ساند داونز هيفترس الوداد في بريتوري لكن شخصية البطن شخصية الوداد إحنا اللي أنا شخصيا عارفها متأكدة أنا كنت مراهن على فوز الوداد وإن كنت أنا شخصيا كنت أتمنى وصول ساند داونز لكن الحقيقة في أغلب النقاشات يعني اللي كانت بتدور إنه ساند داونز في النهاية الوداد عنده فرصة كبيرة جدا للتأهل ويكفيه إنه التعادل اللي حصل تعادل سلبي ده معناه إنه لو سجل في شباك ساند داونز في بريتوريا يعمل يهز ويرج حسابات ساند داونز رأسا على عقب زي ما بيقول وقد كان يعني اللي يشوف سيناريو المباراة أولا ساند داونز واجه صعوبة كبيرة جدا فيه إنه هو يخترق دفاعات الوداد وانتهى الشوط الأول بنتيجة 0-0 ثم كان التسجيل ساند داونز فيه شوط الأول كفيل لو فريق عادي أو فريق عندوشه الشخصية إنه يرجع قدام ساند داونز فيه ملعابه وفص جمهوره اللي طبعا مدرجاته كانت ممتلئة عن آخرها قدر الوداد إنه يتعادل بعد التعادل بداية بسيطة جدا ده السيناريو المباراة اللي ما شافهاش بعد تعادل الوداد مع ساند داونز بدقائية بسيطة جدا تمكن ساند داونز من أحراز الهدف التاني والوقت للمباراة قرى بينتهي نتكلم في نفس الشوط التاني تقريبا عقلية اللاعب اللي تقدر ترجع في مباراة بحجم دور قبل نهائي مباراة عودة خارج الأرض أمام فريق تيقيل قوي بحجم ساند داونز في ملعابه وفص جمهوره كانت حضرة دي شخصية البطل اللي بكلم حضراتكم عليها والفوارق هنا بتبان الشخصية في التوقيت ده وفي الظروف دي بتبان وقد كان قدر الوداد انه يتعادل أو يشجل هدف التاني ويتعادل مع ساند داونز واستمرت المباراة على فكرة بعد تسجيله هدف التاني المباراة يعني الوداد مرجعش يدافع زي ما كتير من الناس ممكن تتوقع على لعب جيم مفتوح استحوز على الكرة منع ساند داونز من التوجه في نص ملعابه وقدر انه يوصل بالمباراة لبرى الامان ويحقق مفاجأة من وجهة نظر كتير لكنها ما كانتش بالنسبة لي مفاجأة على كل احوال مبروك للعشقاء في المغرب تأهل الوداد والاهلي والوداد الكبيرين في الدور النهائي أو مواجهتين النهائي ذهابا في القاهرة وقيابا في كازابلانكا نيجي الانبارح وكورة الاهلي نمر واحد الاهلي جماعيا وصل لحالة من التناغم اللي ظهرت بشكل كبير جدا وقدم الحقيقة مباراة هي الامتع يعني فيه مطشط تانية يعني يمكن نكون كسبنا في تونس 3-0 وكسبنا في القاهرة 1-0 لكن على مستوى الكرة على مستوى الأداء الجماعي على مستوى ترابط الخطوط على مستوى التحرك بالكرة على مستوى الاستلام والتسلم على مستوى الفعالية الهجومية أنا بشوف انه مباراة مباراة أفضل من مباراة تونس بمراحل واعتقد انه بصمات مستر كولر ظهرت بشكل كبير جدا لما تيجي تقيم شكل وأداء فريق وتقيم جهاز فني بيشتغل من برى الخط اعتقد انه بصمات مستر مارسل كولر وصلت او ظهرت مباراة في مباراة الترجي بشكل كبير جدا على كل المستوى خطوط الدفاع خطوط الدفاع خط النص خط هجوم النادي الاهلي في حالة تماسك وفي حالة انسجام كبيرة جدا اعتقد انه كمان الفعالية الهجومية والصلابة الدفاعية اتطورت جدا 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 بعد مرحلة دور المجموعات على الرغم انك انت فنش دور المجموعات باربعة في القطن الكاميروني برى ملعبك وتلاتة في الهلل السوداني على ملعبك لكن مظهرش الاهلي زي مظهر فيه الاربع مطشاط اللي جمعوه بالرجاء زهبا وايابا وكسبنا فيهم اتنين صفر والترجي زهبا وايابا وكسبنا فيهم اربع صفر الاربع مطشاط دول تقدر تقول عليهم انه حالة استعادة التوازن للنادي الاهلي واي ان كان يعني حتى يعني انا وانا جاي قابل حضراتكم النهاردة واحنا بنحضر لحلقة النهائي لان احنا خلاص احنا عارفين كنا منتظرين بس هنقابل مين انا ما كانش عندي اي تخاف من مؤاجد سانداونز حتى يعني فيه ناس كتير ممكن كنت تبقى لانا شوية عشان احنا وجهنا سانداونز السيزن ده والنتيجة ما كانتش في صالحنا والهزيمة او الخسارة في بريتوريا كانت تقيلة عن نادي الاهلي لكن اياك اياك ان تقارن بين حالة الاهلي في دور المجموعات بعد مرحلة كاس العالم وحالة الاهلي دلوقتي الاهلي مختلف جملة وتفصيلا على مستوى الاداء التكتيكي وعلى مستوى الاداء الفني وعلى مستوى الاداء البدني لا الاهلي في مرحلة نوت تقدر تقول انه البيك القمة اكتر مرحلة ممكن يكون المستوى فيها مرتفع على مدار الموسم ومهم جدا 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 انك انت تفكر في الثلاث ماتشاط اللي جاية الدوري احنا عندنا فيه اريحية كبيرة جدا وده يمكن هيخفف من الضغوط على مستر مارسيل كولر السؤال الاهم اللي بيفكر مستر مارسيل كولر فيه هو ازاي احضر لمبارات النهاية ويمكن تصريحاته مبارح في المؤتمر الصحفي كانت في غاية الموضوعية والاحترافية فكرة انك انت تقوله تفضل تقابل سانداونز ولا الوداد فالرجل يرد عليك ايوالك انا تفرقش معي انا بشتغل فريقي انا مهمتي فريقي وايا كان الفريقي اللي هيوصل لمواجهة النادي الاهلي نحن نسعى لتحقيق اللقم حتى الجمهور يعني اذا كان ده رد مدير فني اجنبي بيخود اول مسابقات افريقية مع النادي الاهلي حتى الجمهور خد بالك تتكلم على 16 نهائي وصلت لهم او ده يعني 15 نهائي وصلت لهم وال16 باذن الله على معد 15 نهائي كان للاهلي حظ فيه تتويج فيهم بعشر بطولات وخمس القاب اخرهم امام الوداد خسرنا يعني خمس مرات وصلنا فيها النهائي خسرنا فيها اللقم اخرهم قدام الوداد السنة اللي فات بالنسبة الجمهور النادي الاهلي عمر مكان الوصول للمباراة النهائية هدف يعني في الوقت اللي فيه كتير من الناس او كتير من الجماهير او كتير من العندية تحلم بس بمجرد الوصول لمباراة نهائي دوري الابطال فالوصول لمباراة نهائي دوري الابطال وخسرتها بالنسبة للأهلوية شيء محزن شيء مؤلم شيء ما بيتحطش في الحزبان ولا بنفتكره ولا بيتحط في التاريخ ولا يهمنا ان احنا نفتكر الخمس مناسبات اللي احنا خسرنا فيها البطولة خسرنا مرة قدام الصفاقسي خسرنا مرة قدام الوداد او مرتين قدام الوداد خسرنا مرة قدام الترجي لكن محدش بيفتكر ده بنفتكر العشر أرقاب اللي احنا حققناهم بالنسبة لجماهير نادي الأهلي العادي العادي أنك أنت تصل لنهائي دوري الأبطال مهم جدا 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 من النهاردة من 20-5 لـ 4-6 حمنا نتحدث في أسبوعين تقريبا أنك أنت تحضر فرقتك تجهز فرقتك استشفى على أعلى مستوى الحفاظ على اللاعبين من الإجاة احنا عندنا بالمهاز بثلاث مطشوات أولهم مع 2 يوم الثلاثة اللي جاي فإزاي تحضر لمبارات النهائي وخصوصا زي ما بقلت لكم أنه فيه أريحية إلى حد كبير في موضوع الدوري الأهلي متقدم بفرق كبير أو بفرق 3 نقاط تقريبا ولسه لي أعتقد ده لو ما كانتش طبعا الـ count أو العدات بتاع الدوري تغير لكن يعني الأهلي لي 5 مطشوات مؤجلة وده يدي له أريحية كبيرة جدا في التعامل مع البطولة الأهم بالنسبة لي هو مطش 4 ومطش 11 والأهم أكتر مطش 4 يعني أنا مش عايز أفكر في مطش 11 لكن أعتقد أن الأهلي قادر أنه يحسم الجولتين بتوع نهاية دولة الأبطال هنا في القاهرة مباراة يوم 4 يونيو هي أهم مباراة للأهلي الموسم ده في كل البطولات هي أهم وأصعب مباراة للأهلي الموسم ده في كل البطولات والأهلي بإذن الله إن شاء الله جاهز وقادر على الحسم من القاهرة عشان نروح كذا بلانكا بإذن الله يبقى بنستعد للاحتفال بالبطولة ميستر كولر قرر النهاردة طبعا بعد العرض القوي اللي أقدمه الفريق بارح وبعد ما ضمن أنه هو يتقهل نهاي دولة الأبطال أنه يدي النهاردة أجازة أو راحة من التدريبات وبعد كده يرجع الفريق إن شاء الله مرة تانية للتدريب استعدادا لمطش الأمبي في الدولة اللي هتلعب يوم الثلاثة الجيدة في الجولة التسعة وعشرين الأهلي فاز على الأمبي بالمناسبة في الدور الأول بنتيجة 2-0 طبعا أنت بتكلم على رقم قياسي جديد الأهلي بيحمل رقم قياسي بوصوله لنهاي دولة الأبطال 16 مرة النهاي اللي جاي ده 16 مرة مين بيجي وراء؟ اللي بيجي وراء الزمالك المصري والترجي التونسي كل واحد عنده 8 مرات وصول للنهائي بعد كده بيجي مازنبي الكونغولي مازنبي اللي كان الأنجليبير زمان بيجي مازنبي مع كوتوكو الغاني طبعا كل واحد منهم لعب 7 مباريات نهائية ثم هافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برسيد 5 مرات ثم الرجاء المغربي 4 مرات سانداونز وصل المباراة النهائية مرتين بس منهم مرة فاز بيها طبعا بدوري الأبطال على حساب الزمالك وكان في التوئيد ده مستر بيتسو موسيماني المدير الفاني السابق نادي الأهلي هو اللي بيقود سانداونز وتوج معاه باللقب قبل ما يتوج بلقبين مع النادي الأهلي طبعا في ولايته الأولى الأهلي لتاني مرة بيصل للمباراة النهائية أربع مرات على التوالي طبعا احنا لعبنا 20-19-20-20-20-20-20-21 الأوانية كانت مع الزمالك التانية مع كايزة شيفز و 21-22 الموسم اللي فات مع الوداد ثم المباراة أو المواجهة المنتظرة أمام الوداد هتكون مرة الرابعة على التوالي وده نفس الرقم اللي حققوا النادي الأهلي قبل كده بس في بداية الألفين وصلنا 2005 و2006 وكسبنا البطولتين نجم السحالي والصفاقسي 2007 حصلناها أمام النجم السحالي ورجعنا 2008 رابع نهائي على التوالي فوزنا بالبطولة على حساب القط الكاميروني مفيش حد على مستوى ندية أفريقيا حقق الرقم ده أنه يوصل لأربع مرات متتالية لنهائي دولي الأبطال إلا هافيا كوناكر الغيني وحقق فيها البطولة مرة واحدة وكان الكلام ده في سبعينيات القرن الماضي 75, 76, 77, 78 وبإذن الله إن شاء الله إذا ما توجه الأهلي بالبطولة دي وقدر يوصل لنهائي البطولة اللي جاية يبقى بينفرد بالرقم قياسي وهو الوصول للمباراة النهائية خمس مرات على التوالي طيب نروح لميستر كولر مدير الفني للفريق قال إنه يمكن ودي أهم تصريحاته للصحفية يعني إنه تسأل أسئلة كتير جدا منها سؤالها عن الحظ بالمناسبة يعني هل أهلي محظوظ برسوله لنهائي دولي الأبطال يعني وطبعا هتسميه حظ هتسميه توفيق الحظ والتوفيق ما بيخدموش غير الأقواء ما فيش فريق ممكن يكون محظوظ طول الخط ممكن الحظ يخدمه في مباراة لكن مش ممكن أبدا يخدمه طول المشوار كلم مستر كولر على المطش مبارح وقال إنه الأهلي طبعا كان واضح جدا إنه سيطر على المباراة من بدايتها لنهايتها قدام فريق الترجي وأكد كولر إنه الأهلي استعقل فوز وتقاهل المباراة النهائية بعد العرض القوي لقدمه سواء في تونس أو في القاهرة لما تسأل على مين يفضل يعني إنه هو يقابله في المباراة النهائية قال ما تفرقش معنا كتير إحنا مستنين مباراة بكرة عشان نعرف مين الطرف النهائي ونقدر نستعدله ونقدر نذاكره ونقدر نشتغل على نقاط الضعف ونقاط القوة ونختار الطريق الأفضل بالنسبة لنا اللي تمكننا من وصول لهدفنا وهو التتويق بالمباراة النهائية ما بيفضلش طرف على حساب تاني والفرقتين ما يفرقش مع كتير وقال طبعا النص التاني من المباراة لعبة النادي الأهلي قدمت أداء جيد جدا في نص التاني من المواجهة يعني في مباراة القاهرة وقال أنه بيشتغل طول الوقت على أنه يسبت نفس المستوى من الأداء نفس المستوى من حالة التركيز عند اللعبة حتى مباراة النهائي بصرف النظر عن مين هيكون طرف فيها عن مستوى الأهلي خلال البطولة كان فيه أسئلة كتير جدا هو الراجل اعترف قال لك احنا بدأنا دوري المجموعات أو دور المجموعات بشكل مش جيد وده طبعا كان لي أسبابه المنطقية يعني عشان برضو محدش يقلل أو يلوم على مستر كولر الأهلي بدأ دور المجموعات في ظروف قصية جدا وبعد بطولة يعني هي الأقوى على مستوى السيزن الحالي في بطولة كاس العالم لعب أربع مباريات تأثر أو تهد على أي فريق ريال مدريد، فلامينجو، سياتل ساوندز، وأوكلن سيتي في عشر تيام وبالتالي كان متوقع أن كرف الأداء يتأثر بشكل كبير لكن هو قال أنه مع مرور الوقت تطور أداء اللعيبة يعتقد أنه أي منصف النهاردة جوه مصر أو بره مصر ما يقدرش يتكلم على أحقية أو جدارة النادي الأهلي في الوصول المباراة النهائية الأهلي يقدم بطولة رائعة ومن بعد خسارة ساندونز تعال بص على المشوار هتلاقي ست مباراة لم يتلقل فيهم الأهلي أي خسارة ثلاث مطشاط بره أرضه وثلاث مطشاط على أرضه مع فرق كبير القطن الكاميروني خارج الأرض كسبنا أربعة الهلال السوداني على أرضنا كسبنا تلاتة الرجاع على أرضنا كسبنا تنين ثم خرجنا تعادل سلبي بدون أهداف ثم التراجي في تونس تلاتة ومبارح في القاهرة واحد يعني الأهلي سجل تلتاشر هدف لم يتلقى أي هدف في مرمى ودي كلها أرقام بتعكس تطور الأداء الهجومي مع ميسر كولر في وقت من الأوقات كنا بنتكلم كلنا أنه الأهلي في حاجة اللي عادت حساباته فيه خط هجومه وأنه الأهلي ما انتدبش أو ما اشتراش الصفقة اللي ترضي طموح جماهيره هجوميا وتعدي بيه مرحلة العقم التهديفي أو مشاكل التهديفية اللي كنا بنمر بيها في وقت من الأوقات لكن النهاردة لما تيجي تشوف الغزارة التهديفية لميسر مارسيل كولر أو النادي الأهلي مع مارسيل كولر تقدر تقول أنه رجل تعامل في حدود الأوراق المتاحة لي والإمكانيات المتاحة معاه ووظفها وأعاد الفعالية الهجومية الخط هجوم النادي الأهلي وأعاد الثقة لكتير من الأسماء اللي أصبحت في منتع الفعالية ما تيجي تشوف النهاردة قيمة الأكثر الصناعة والأكثر تهديفا على مستوى داري الأبطال هتلاقي أسماء الأهلي حضر هتلاقي كهربا هتلاقي باسيتاو هتلاقي علي معلول ثلاثة من أفضل ثلاث لعبين على مستوى الأرقام والفعالية الهجومية في بطولة دوري الأبطال قبل أي فريق تاني أو قبل أي اسم من أي لعبية تاني ومع خروج حمزة خابة ومع خروج تشاوليلي النهاردة من البطولة طبعا حمزة خابة مهاجم الرجاء بيتر تشاوليلي مهاجم سانداوز أصبحت الفرصة قائمة أمام كهربا اللي عنده حظوزه في الحفاظ أو الاحتفاظ منفردا بلقب هداف البطولة التلاتة أحرزه خمس أهداف هدف النهاردة معرفش هيحسب لمين هدف سانداوز اللي سجله فيه الوداد مفترض أنه يحيى عطية الله هو مدافع الوداد هو اللي أحرزه بالخطأ في مرموه هل هيحسب لبيتر تشاوليلي ولا هيحسب أونجول دي لسه معرفش أو مش متأكد منها حتى اللحظة الاتحاد الأفريقي هيحسبها لكن في جميع الأحوال الكهرباء عنده 180 دي هيقدر إن شاء الله بإذن الله وأعتقد أنه من العدل والإنصاف بعد الكل يتعرض لي كهرباء أنه يفوز بلقب هداف دوري الأبطال تسأل كمان مارسل كولر عن برونو سافيو ويمكن كتير من جماهير نادي الأهلي بتسأل عن برونو سافيو كندوسي ما قدرش أقول إن فيه سؤال كبير عليه يعني كندوسي أنا بشوف أنه حتى لما بكلم مع جماهير نادي الأهلي يعني كلهم شايفين فيه كواليتي الأهلي كلهم شايفين فيه لعيب عنده ستايل لعيب تحب تشوفه في الملعب لعيب عنده كورة ممكن يبقى محتاج شوية وقت فمفيش نفس السؤال ليه كندوسي ما بشاركش وإن كنت دايما بشوف أنه مدام فيه لعب محترف يبقى لازم يشارك مدام جبت لعب محترف من برا مصر يبقى لازم يكون موجود في الملعب لو الكواليتي أقل أو المردود مش اللي أنا منتظره منه يبقى فيه حاجة غلط لكن سؤاله عن برونو سافيو حسم كتير من حالة الجدل اللي كانت على اسمه برونو سافيو لما سألوه أنه هل برونو سافيو خرج من حسابات مارسل كولر الراجل قال برونو سافيو عشان تبقى الأمور واضحة للجميع برونو سافيو تعرض للإصابة مرتين والمرتين دول خدوا منه وقت كتير وأبعدوه عن أجواء المباريات وخصوصا فيه ظل ضغط المطشاط وتوالي البطولات اللي بيلعب فيها النادي الأهلي وده محتاج اللعبة تكون في أعلى مستوياته عشان كده هو قال أنه اللعب بس بيحتاج أنه يعني يبقى في مرحلة تحدي مع نفسه عشان يقدر ياخد فرصة ويقدر يسبت مكانه لكن اللي بأكده للجميع أنه برونو سافيو مش مستبعد من حساباتي الأمر ده غير صحيح بالمر تونس طبعا ما أعتقدش أنه في حد في تونس كان متوقع أنه الترجي يجي القاهرة ويرجع بطاقة التأهل لكن تعالوا نستعرض للصحف التونسية قالت إيه على مواجهة الترجي والأهلي مبارح الشروق التونسية قالت الترجي ينهزم في القاهرة نتيجة واحد سفر ويودع رأى دوري رابطة أبطال إفريقي نسمة سبورت قالت الأهلي يصعد للمرة الرابعة تواليا والترجي يحقق رقما سلبيا إزاعة موزايكة التونسية الأهلي المصري في نهائي رابطة الأبطال أما صحيفة الصباح الترجي لم يظهر الروح القتالية والأهلي يجدد الفوز على الترجي وتأهل نهائي رابطة الأبطال حارد لك طبعا لأشقاء في تونس يظل الترجي فريق من فرق الكبار ومنتظر عودته بكل تأكيد نروح لتريزيجي سريعا جدا والحقيقة يمكن خلي بالكم اللقطة دي كتير من الناس اللي مش متابقين الدوري التوركي اللقطة دي كانت أثناء احتفال تريزيجي بأحد أهداف النادي اللي بيلعب النادي ترمزون سبور وحصل أنه في لحظة سجوده لعب في نارباشا اسمه ساميت أكايدين بسق على تريزيجي على الأرض واللقطة دي الحقيقة أثرت جدل كبير جدا طبعا في نفس الوقت اللي كان تريزيجي بيحتفل زي ما حضرتكم شايفين كده في الصورة بسجدة شكر ربنا سبحانه وتعالى على أرضية ملعب المباراة في نفس اللحظة دي اعتدى عليه ساميت ده لعب في نارباشا بالبسق عليه واللقطة دي أثرت يعني حالة جدل واستنكار ورفض كبيرة جدا وفيه كتير من التقارير الصحفية اللي خرجت في تركيا بتؤكد على أنه ضرورة التعامل مع الوقع دي بمنتهى الرضح في حالة غضب كبيرة جدا في تركيا تجاه مدافع في نارباشا ترابسون سبور نادي اللي بينتمي لي تريزي جي طلع بيان رسمي قال فيه أنه بيودين بشدة التصرف اللا إنساني ضد لعبه محمود تريزي جي خلال مباراة في نارباشا في 18 مايو وأضف بيانه أنه الأمر ده مغزي ومثير لإشمئزاز أن يبسق لعب في نارباشا ساميت أكايدين على تريزي جي وهو ساجد على الأرض بعد احتفاله بهدفه ويمكن الحقيقة فيه مطالبات للاتحاد التركي لكورة القدم أنه يتدخل ومطالبات لنادي في نارباشا كمان أنه يتدخل عشان يتخذ إجراءات على الفور ضد اللاعب اللي قام بالاعتداء على محمود تريزي جي وفي ختام البيان بتاعه قال نادي ترابسون سبور ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل هذا العدوان والأعمال الإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكورة القدم حتى يتم عادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والإحترام فاصل ونرجع نكمل في السادسة حتى الشناوي يصنع ويتقلق مرة تانية أهلا بيكم مبروك التأهل للمباراة النهائية مش جديد على الأهلي كنا متوقعينها كنا منتظرينها والأهلي ده الجديد اللي عرفنا النهاردة في مواجهة الوداد في رابع نهائي على التوالي والنهائي رقم 16 في تاريخ النادي الأهلي إفريقان خلونا نرحب كابتن أحمد عادل ضفنا ونجمينا النهاردة في السادسة مساء خيري كابتن أحمد مبروك على كورة الأهلي اللي قدمها في مشواره في دورة الأبطال ومبروك طبعا على التأهل للمباراة النهائية في البداية بسم الحمد الرحيم دايما ببقى سعيد وأنا موجود مع حضرتك وطبعا لازم نبارك لكل جماهير النادي الأهلي والمجلز صارت النادي أهلي واللعيبة والجهاز فعلا لعيبة على قد المسئولية وده حاجة مش جديدة زي ما حضرتك قلت على لعيبة النادي الأهلي وده كان متوقع ثقة الجماهير كلها في اللعيبة الموجودة أو في الجيل الحالي ثقة كبيرة جدا وفعلا اللعيبة بتقدر تبع عند قد المسئولية وتبع عند حصن ظن الناس وعند حصن ظن الجماهير وكل محبي النادي الأهلي وإن شاء الله ربنا يكمل على خير ونقدر نحرز البطولة 11 في تاريخ النادي الأهلي وده أنا شايفين ده إنجاز كبير جدا إن شاء الله الجيل الحالي يقدر يحاول بإذن الله كتير معلش هارجع معك مشوار طويل شوية بس كتير توقع مع لخبطة الحسابات في دور المجموعات كتير توقع وكتير تمنى إنه الأهلي مش هكمل مشوارة في دور الأبطال خلينا نبقى وقعيين إن وارد وارد الظروف تساعدك ده وضع طبيعي في الظل برضه إن الحالة لو هنرجع بالذكرة للتاريخ شوية إن إحنا كالنادي الأهلي ممكن الظروف ما كانتش بتساعدنا لكن بالإصرار والعظيمة اللي عند اللعيبة وإن دايما في الكورة ممكن أنت توصل لأهدافك لكن محتاج حظ أو محتاج بعض الظروف اللي تقدر تساعدك أو خدمة من مباريات أخرى تقدر إنها تأهلك وده اللي كنا بنواجهه دايما إن دور المجموعات أداء النادي الأهلي ما بيبقاش المية في المية لكن بيعرف يوصل إزاي يعني بيوصل إزاي سواءً الظروف بتساعده أو بيعرف إنها يحقق تلاتة بنت في ظل إن الأداء ممكن ما يبقاش كويس لكن إن أنت بتوصل بعد كده للأدوار المتقدمة لا فعلاً اللعيبة بتبقى لأد المسئولية بيبقى خلاص هدفك إنت عديت المرحلة دي بتستعيد أوراقك تاني بتستعيد حتى طرق لعبك تانية مع الجهاز الفني وبتقدر إن إنت إزاي توصل للفينال أو إزاي أن أنت تتغلب حتى لو الكرة مش ماشية معك أو حتى فنياً أنت في بعض الإجهات لأن زي ما نشوف دايماً إن العيبة النادي الأهلي أو كل اللعبة الموجودة داخل قائمة النادي الأهلي على مدار بتشارك في السنة حوالي ستة أو سبع بطولات كل تلات أيام مباراة أو أربع مباراة أو كل أربع أيام مباراة لكن دي كل الصعوبات اللي هيواجهها النادي الأهلي لكن بيعرف إزاي يوصل للأدوار النهائية وده اللي بيحقق وده الغرض في الأخ يعني دايماً مجلس الإدارة هيحاسب الجهاز الفني على البطولة مش على خسارته المباراة لو حاولت أقرب معاك يا أحمد شوية وإنت ممكن عيشت الأجواء دي أو أجواء مشابهة إزاي بيحصل التحول يعني التحول ده مع كامل احترامي طبعاً لفكرة روح الفانيلا والكلام ده ممكن يحصل في المباراة في اتنين الروح تعوض فيها تراجع المستوى وغياب لعيبة مهمة لكن ما يحصلش في كل مشوار دوري الأبطال يعني من أول خسارة قدام سعن داونز واللي كتير من جمعين نادي الأهلي مش بس ما كادش راضي عن نتاج لكن كمان ما كادش راضي عن مستوى والأداء اللي بيظهر به نادي الأهلي أنك أنت تلعب ست مطشاط في دوري الأبطال تسجل فيهم 13 هدف ما تخسرش فيهم ولا مباراة وانت بتلعب ثلاثة برى أرضك وتلاثة جوى أرضك وتسجل 13 هدف وما تستقبلش شباكك ولا هدف ويحصل نقلة نوعية 180 درجة دا زي يحصل هل هي قصة مدير فني هل هي قصة لعيبة هل هي قصة إدارة التحول دا تحول صعب جدا سيناريو ما حدش كان يتعقعه عليك حتى المنتمين والوثقين في دا ما يقدرواش يفهموا التحول دا خلينا نبقى واقعين أن كل جهاز داخل النادي الأهلي كمنظومة كمجلس إدارة أو كجهاز فني أو كلعيبة كل نعلم مسؤولية مسؤولية معينة وخصوصا أنا منكلم في دور المجموعات هنقول مثلا الفترة دي بيبقى لسه مدير فني لسه جاي جديد للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي الفترة الأخيرة فيه أكتر كم مدير فني لحد ما استقر المجلس الإدارة على ميستر كولر فهنا الفترة بتاعت دور المجموعات هتلاقي مدرب لسه جاي جديد النادي الأهلي بيعمل صفقات لعيبة لسه جاية الجيل الموجود بقاله ست سنين تلاحوا مباراة بشكل كبير جدا فبيبقى في بعض الأوقات أن أداء النادي الأهلي متزبزة بعض الشيء في دور المجموعات لكن فيما بعد خلاص الرجل استقر على طريقة لعبة معينة وحضرك الأرقام همشوف أن هي أرقام جيدة جدا لكل اللعيبة ومتازة جدا الأهلي هو الأقوى هجوميا ودفعان التفاق على كل الفرق اللي بتشارك في نسخة دوري الأبطال السنة لو هنتكلم الأرقام دي ممكن حبارك تقدر تقول بقالها 20 مباراة و25 و20 مباراة في جميع البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي من ساعة ما مستر كولر جي وكان بدء بطريقة لعبه معينة 4-2-3-1 وبعد كده الرجل في وسط الموسم عدل طريقة اللعب قد مهام هجومية لبعض اللعيبة من أهمهم محور أداء النادي الأهلي وحمدي فتحي وتغير كامل في طريقة لعب النادي الأهلي مع دايما لما بتكلم على مفتيح لعب النادي الأهلي وهي في حالتها الطبيعية أو في الحالة الجيدة بتاعتها هتلاقي الأداء الجامعي بحق الغرض بحق المكسب سواء داخل الملعب أو خارج الملعب ودي استراتيجية الراجل لأنه عنده ثبات في المديرين الفانيين قبل كده عنده خمسة وعشرين لعيب أي حد خارج الثمنتاشر أو خارج الحداشر اللي بيبدأوا بيبقى ليه دور سواء طهر لما بينزل شريف لما بينزل بعض اللعيبة تنزل عبدالقادر لما بينزل عبدالقادر مع سولية مع خلد عبدالفتاح مع أفشة أنا شفت أداء كمان تطور يعني دي مش موجودة دي مش موجودة إلا في الفرق الكبيرة بالفرق الكبيرة واستراتيجية الراجل إن لما تغيير بينزل هتلاقي هي نفس طريقة اللعب ودي اللي بيزهر بها الراجل وحطت استراتيجية وقادر إن هو يبقى الشغال عليها مع أداء أروع أنا بشوف من الفرق مع ده النادي الأهلي هو مروان عطية في نص ملعب النادي الأهلي إن هو يشيل مع أليو ديانج مع حمدي فاتحي مع تغييرة السولية لما بينزل وطريقة اللعب ممكن تقلب 4 2 3 1 لو رجل بيلعب بقى أفشا ينزل هنا عندك 6 لازم تقعد منهم 3 وال6 صعب صعب جدا صعب على الجاز الفني وصعب على اللعيبة وصعب على الجمهور لأن الجمهور برضو بيحبه وبيفضل يعني فهم قصدي يعني في جمهور عايشوف أفشا في الملعب طوال الوقت في جمهور عايشوف السولية طوال الوقت في جمهور عايشوف قندوسي طوال الوقت حمدي وفاتحي وماروانا وفي كريستو كمان لا في ناس كريستو بس خلاص في الأرجنتين بقى مع تونس في كاس العالم فمنالوا التوفيق يعني وبعد كده ها لاتر اون بقى ان شاء الله في بقية الموسط في بعض اللعيبة اللي هتنزل تفرق مع داء النادي الأهلي لكن هنا أنا بشوف برضو المسؤولية اللي على اللعيبة المسؤولية اللي على اللعيبة اللي أسمال لحضر لك قلتها دي ما بتلعبش ما بتبدأش فهنا بيقدر يساعد بها فرقته ودي حاجة مش جديدة يمكن دايما وانت موجود داخل النادي الأهلي مهم جدا يبقى عندك مقاومات البطولة سواء انت بتشارك او مش بتشارك او انت لعيب كبير يعني أفشة لعيب كبير جدا السولية لعيب كبير جدا كندوسي لسه صفقة وهيبقى اضافها ان شاء الله لنادي الأهلي ان انت بتبقى تنزل بديل وبتأدي الدور اللي مطلوب منك وازيد فدي دي بتعمه في مصلحة الفرقة ودي الجو المناسب اللي مهيقه مستر كولر مع كابتن ساد عبد الحفيز ويبقى قفلين على الفريق بشكل جيد فهنا لازم هتلاقي نتيجة أجابية ولازم هتلاقي بطولة طيب قبل ما اتكلمك على مطش مبارح على مطشين الترجع عموما واروح معك لمطش الوداد بقى خلاص رسمي خليني ياخد رأيك لأولا كنت متوقع انه سان داونز يخرج كنت بتعقع انه الهلال يتأهل من بريتوريا من جنوب أفريقيا ولا كنت شايف انه سان داونز حط رجل كنت شايف انه سان داونز خلاص انا كنت مع سان داونز انه هو هو مش فريق بطولة فريق ما بيعرفش يجيب بطولة لكن لان مقاومات البطولة زي نقول حضرك مش مش لسهو عنده كله مقاومات على فكرة يعني سان داونز تاني اعلى قيمة السوقية في أفريقيا بعد نادي الأهل فما عندهش مشكلة فلوس عنده إدارة عنده رجل أعمال موتسيبي صغير بيصرف عليه بنشوف صفقات على أعلى مستوى صفقات من كل حتة في الدنيا عنده جمهور عنده ألقاب على المستوى المحلي وعلى مستوى دوري الأبطال يعني ده داشتقول عليه فريق ما عندهش شخصية البطل قوي وعنده طموح أكيد يعني وبيظهر في كل نسخة يعني يعرف دايما إيه في الأول كده أول ما يختفق يعني تلاقي الناس كده بيقولك اوف سان داونز سان داونز وعكيا بعد شوية تلاقي سان داونز مش بوجود ما هي دي اللي بقول حضرك عليها يعني انت ممكن توصل يعني هشوف أرقام سان داونز إنه هو سمي فاينال يوصل ربع النهائي يوصل لكن ما يقدرش يجيب البطول يعني زي ما هنوز أوروبا هو جابه على حسب الزمالك 2016 دي آخر مرة جابه مع موسيماني برضو وهتلاقي الأداء هم هم نفس مقموعة اللعيبة 2016 فيه لعيبة كتيرة مسكوة دا اللي موجود دا هو اللي فاز بالبطول 2016 هتلاقي الأداء جيد في دور المجموعات هتلاقي الأداء جيد وبيقدر يعدي الأدوار زي يعني ممكن نشبه الأهل شوية في دور أبطال أوروبا يعني الأهل زي ريال مدريد ريال مدريد في دور أبطال أوروبا هل ياء زي المان سيتي بقى دلوقتي لا لا أنا بكلم على السنة اللي فاتت لما ريال مدريد خاد بطولك كان ليفربول كان هو الفنان أجهز وكان حالته البدني والله سيتي برضو كان هو الأجهز وأجمد وبعد كده تلاقي ريال مدريد هو يقدر يحق البطولة وعرف يأخذ البطولة فهنا فيه فرق ممكن تأدي بشكل جيد هل تشجع ريال شكلك في المطش الأكلاني أو اللي ايه؟ لا الستي هارد لك لا ففعل هنا مقاومات البطولة بتبقى عند فرق معينة يعني عند الأهل بتبقى موجودة أن الوداد يوصل برضو أكيد عنده مقاومات البطولة شفت الجيم شفت المباراة نهارد فرقت عليها طبعا لا الوداد بخطأ طبعا من سان داونز لكن الوداد عنده إصرار وعزيمة وده اللي أنا كنت بتكلم فيه دايما الفترة الأخيرة إن فريق الوداد قريب شوية الروح والعزيمة والإصرار من نادي الأهلي فلا أنا كنت أفضل لي إن إحنا نقابل كنت تتمنى الوداد بس كنت شايف إن فرق سان داونز كانت أكبر 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 لخصوص المباراة الأولينية هناك في الوداد فريق بيلعب تسع وبيقدر إن هو يتعادل خارج ملعبه لكن أنا مفتاح المباراة دي كان بالنسبة لي السفر سفر تعفف لو مباراة تعت واحد واحد أقولك سان داونز هيخلص لكن السفر سفر ده معناه إنه أي هدف يسجله الوداد هي صعب بشكل كبير جدا وكان وارد طبيعي إن الوداد يسجل يعني الوداد فريق شارس بيقدر إن هو يستغل الكوار السابتة بشكل جيد لكن أنا كان أفضل إن إحنا اللعب الوداد وأنا متطمن إن شاء الله إن نادي الأهلي إن شاء الله مع الوداد هيقدر يحال البطول إن شاء الله بإذن الله عندهم مدير فني جديد اسمه فاندر بروك الوداد؟ ممكن دا بيدي حافز اللعيب المدير فني الجديد لما بيجي في نص السيزن يلحق يعني يفوق فرقة يحط بصمة نفسيا يبقى في شدة يعني في نص موسم ولا دا صعب يعني فوزه النهاردة أو تأهل الوداد النهاردة ما يحسبش قوي لفاندر بروك زي ما بيقوله أكيد أكيد تغير أي مدير فني بيدي دوافع للعيبة وخصوصاً اللعيبة اللي ما كانتش بتشارك خصوصاً اللعيبة اللي ممكن تبقى لسه راجع من الإصابة لأن الرجل لسه جاي مش عارف حد مش عارف حد من اللعيبة هو بياخد تقارير من المدير الفني السابق لكن بيبقى مضطر إن هو يشوف كل اللعيبة وهنا من الصالح للفرقة إن اللي بره خالص عزيز بتنفسه إن لأ أنا كان المدير الفني اللي قابل منه يدخل إن آه لأ أنا كان جدير إن أنا أتمرن كويس هتلاقي كل السكويد تقارير الوداد بيتمرن كويس شدد نفسه بشكل جيد اللي بيبقى بعيد عن التشكيل بيبقى مريح شوي بيبقى دون يعني بيبقى مريح وخلاص هو المدير الفني مستقر على 16 لعيب 14 لعيب لكن لما بيجي مدير فني جديد كله بيشد كله بيشد ورجل جاي مش عارف حد فهتلاقي كل اللعيبة شدة نفسها اللعيب اللي بيشارك أساسي بيدوس على نفسه أكتر لأن أنا عايز أثبت نفسي إن أنا جدير إن أنا كنت الفترة الأخيرة إن أنا بلعب في المكان دوت هنا العملية التنفسية دي اللي موجودة داخل نادي الأهلي حاليا إن أنت في كل مركز فيه 2 أو 3 لعيبة دي بتدي أفضلية للتيم دي بتدي حيرة زي ما حضرك قلت للمدير الفني إن هو عندك كل العشرين اللعيب أو الخمسة وعشرين اللعيب جاهزين إن هم يشاركوا ده بتدي اللعيب الأساسي بحريس على مركزه وإن هم مش عايزين بمركزه بتقلقه طبعا داخل الملعب ده بيدي أفضلية للفريق بشكل عام إيه اللي عجبك في كورة الأهلي في مطشين التراجي مطش الأولين في تونس الخلص ثلاثة والمطش مبارح المرات العودة اللي خلصت واحدة إيه أكتر حاجة عجبتك أو يعني جدة انتباهك في مطش في أداء الأهلي فوآن بتاع مفاتيح لعب الندي الأهلي يعني فوآن اللعيبة فوآن بيرسيتاو وممشارك بنسبة أكبر في الأهداف الحالة الجيدة اللي عليها حسين الشحات عودة كهرباء وتقلقه في جميع المباريات وثبات مستوى وإنه مستوى ما منزلش طريقة اللعب اللي بيلعب بها مستر كولر تتناسب مع المجموعة الموجودة وكان من أهمهم زي ما قلت محور الأداء حمدي فتحي سواء على مستوى الدفاع أو على مستوى الهجوم لما الرجل بيطلب منه بشكل أو في وقت من الأوقات المباراة إنه هو بيرجع يبقى في نص الملعب يلعب بتلاتة فلات سواء أليو أو حمدي أو مروان عطية لا الأداء مطامن ومش عايزين نبخي سحق برضو خط الدفاع خط الدفاع والتنظيم الدفاعي أداء محمد هاني فارق وثبات مستوى فارق بشكل كبير جدا مع الجابها اليمنى مع علي معلول أنا بشوف أنه هو من أهم مفاتيح لعب النادي الأهلي 14 أسس الموسم ده في كل المسابقات رقم صنع علعب مش بك شمال يعني ده اللي أنا بتكلم فيه دايما إن علي معلول هو أهم مفاتيح لعب مش على مستوى مصر على مستوى أفريقيا والوطن العربي هو من أهم مفاتيح اللعب وخصونا ما تبقى الداخل النادي الأهلي أي مع السبات خط الدفاع سوى الرجل ارتكاز محمد عبد الماني مؤداء وثبات مستوى سوى أن بيعاب قوة اجريشن تيك اوف عالي التحامات يعني فهم والكورة مش لازم تبقى أعلى حاجة لكن عبد المنعم عنده كورة وبالذات كمان وفي الكورة العالية دايما بيبقى يعني هدر على أعلى مستوى لا عبد المنعم دايما فارق حتى مع أداء نادي الأهلي حتى نضيف كمان على كلام حضرتك إن عبد المنعم فارق مع أداء علي معلول حيثة التغطية اللي بيعملها وراء علي معلول في حالة الزيادة الهجومية طبعا مع أداء ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم لما بيتطلب منه أنه يبقى موجود ما بتحسش أن ياسر مثلا ما كانش بيلعب أو ما كانش بيشارك الفترة الأخيرة رجعه بالسلامة طبعا رم ربيعة متولي لما بيتطلب منه أنه يبقى موجود ما بتحسش أنه فيه فرق أن العبد المنعم هو اللي بيلعب أنت النهاردة تقدر تقول أي اسمين من الأربعة اللي أنت قلتهم دلوقتي بيحطوا في تشكيل الأداء ما بتغيرش الأداء ما بتغيرش فدي رجع للراجل وطريقة لعب وطريقة أداءه وطريقة استراتيجيته في اللعب أن أي حد بيشارك هتلاقي هو هو نفس رتم اللعب وهو نفس سيناريو اللعب ده رجع للجهاز الفني ومسؤولية عند اللعب حتة المسؤولية والبطولة وأن احنا نبقى حرسين نحرز البطولة واللي ما بيشاركش بتشوف الفرحة أنا بشوف من الحاجات الإيجابية في النادي الأهلي هو اللعيبة اللي بر اللعيبة اللي بر إزاي عايزة البطولة بنشوف في فرحة تانية أي حد بيتغير أي حد ما بيشارك بممكن بلغة الكرة كده بيقلب وشه لكن لا اللعيبة اللي بر على قلب الرجل واحد مع اللعيبة اللي جوة وحتلاقي خمسة أو ستة من اللعيبة اللي بر لما بتنزل بتضيف للتشكيل الأساسي فلا دي حاجة حالة جوة قد لبس النادي الأهلي أنا الشخصية مطمئنوني بشكل جبري جدا نتيجة المباراة مبارح أو نتيجة المواجهة إجمالا بتشوفها إزاي فكرة أنها كنت تكسب الترجي في دور قبل نهاية بنتيجة أربعة ثلاثة في تونس وواحد في القاهرة أنا شايف أن الأفضلية كان ولدتنا المباراة اللي في مصر هي المباراة اللي هناك وساعدنا برضو عشان نبقى صرحة أواقعية إنه غياب العمل الجماهيري عن فريد ترجي ده كان مد الأفضلية للنادي الأهلي وهنا أي فريق بلعب النادي الأهلي صعب جدا تلعب النادي الأهلي لعبا مفتوحة أو طريقة لعبا مفتوحة أو تفتح خطوطك أمام النادي الأهلي لأن زي ما قلت لحضرتك مفاتيح لعب النادي الأهلي في أحسن حالتها لو هتقدر تقفل أنت كفريق تقفل على بير سيتاو هتلاقي حسين الشحات شغال المطشبتوا على الترجي يعني تحديدا النقطة دي أنا شخصين لاحظت فيهم تطور سرعة نقل الهجمة عند النادي الأهلي بشكل كبير جدا يعني يعني فقال عدد من لمسات وما فيش ما فيش حاجات بالعرض كله قدام كله قدام 3-4 لمسات الكرة بتوصل وفي مطش الترجي كمان بالذات يعني حتى الهدف الأحراز وحسين الشحات مبارح نتيجة هجمة فيها نفس قطع قطع كرة لا فيه ضياحة عبدالقادر كمان لا لا عبدالقادر دي قصة تيكي تاكا دي دي أنا هجي لها دي دي أنا هجي لك عبدالقادر أنا سأسيبك عبدالقادر أنت لا لا كاللازم يقول الهدف ده سيبك من الهدف لا لا أنت أهضرت واحد من أجمل أهداف الأهلي على مدار تاريخه كله خلا بلك سيد أحمد أنت عارف اللي صلت الضوء أن الهجمة تفنيشت كويس لكن لو كل المباراة أو في خلال أي مباراة هتلاقي النادي الأهلي بيعمل دي يعني بيعمل زي ما حدتك بتقول لعب الأدام مع خمس ست نقلات أنا بجوال 18 الكرة بتاعت عبدالقادر دي طبعا يعني أنا بهذر طبعا بس هي هي بجد يعني هتبقى واحدة من أجمل لقطات الكرة اللي عملها الأهلي في تاريخ كله بس هي الكرة بتاعت عبدالقادر دي تحديدا هي الكرة لجمهور الأهلي مستنيها من فرقته طول المطش طبعا في أي مباراة يعني يعني عرف لأول فريق بتحصل مباراة حصلت كتير يعني سيبك من النهاية المباراة اللي فات اتبروزت بأنها كانت فرصة فرصة هدف معكد طبعا لكن على مدار المباراة أنا بقولك أنا بتاعت الحق النهاردة بقول أنه مطش مباراة فنيا كرة يعني سيبك بقى من نتيجة و سيبك منك تأهلت النهاية سيبك منك كسبت الترجي هنا لكن كرة مباراة الأهلي 90 دقيقة طب له ممتع أنا مباراة شايف أنها أفضل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا إن لم تكن في السيزن كله لا احنا هنشوف أنا بشوف في كل المباراة الكرة دي بتحصل كتير جدا لكن الترجمة في الآخر ولو هنفتكر برضو الهدف اللي جابه بيرسي تاو لما كهرباء عملها له بكعة برجله دي احنا طلعين بيها بيرسي تاو مثلا خط الظهر اللي محمد هاني في نص الملعب لأليو اللي بيرسي تاو بيرسي تاو بيرسي تاو بيروح على كهرباء بيقدر يعمل وان تو كهرباء يحط له بكعة برجله بيروح الرجل بيسجل هدف لا فيه يعني فيه شكل هجومي للنادي الأهلي أداءا ونتيجة مع الرجل زي ما يقول لحضر مفتاح اللعب في حالتها بشكل كبير جدا عشان كده هنلاقي أداء ونتيجة الأداء مرتبط بالنتيجة أحمد يعني خلينا نقول لو لقدر الله مثلا الأهلي كانت غلب هناك هل كنت هنا هيبقى فيه لود هيبقى فيه ضغوط على اللعيبة هيبقى فيه استرس انك انت عايز تعود خسارة مثلا فبالتالي ده يأثر على شكل أدائك وعلى حلاوة على جماليات الأداء ولا ولا الفوز المريح وضمان التأهل بيخليك تلعب بقى أعصاب مرتاحة فبالتالي بتنفذ اللي مطلوب منك أو الجهاز الفني بيديك مساحة أكتر انك انت متع وتمتع يعني متع نفسك في الملعب ومتع الناس اللي موجودة بتتفرج عليك لا أنا شايف أن هي من أميز الحاجات للراجل اللي هو اللي شغال عليها أن أيا كانت النتيجة هو سيستم اللعبة ما بيضاهرش حتى لما الأهلي بيخش فيه هدف ما بيبقاش استعجال على إنهاء الهجمة مثلا أو استعجال أن الأهلي يفنش كويس أو بيبقى فتح خطوطه لا أداء اللعبة ما بيتغيرش وده اللي أنا كنت بناشد به دايما أي مدير فني يبقى موجود داخل نادي الأهلي سواء كانت النتيجة بر أو داخل الملعب أنت مهم جدا أنت النادي الأهلي على مستوى أفريقيا مهم جدا تفرض أسلوب لعبك سواء خارج الملعب أو داخل الملعب سواء بتلعب فريق كبير أو فريق صغير وده اللي الرجل شغال عليه دايما عشان كده حتى لو كان في نتيجة سلبية هناك في تونس ما كانش الأداء هيتغير ما كانش هبابه يتصرف من أهل هجمة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي بيقدر يفصل كويس يعني يفصل المباراة الأولينية على المباراة التانية وده السبات الانفعال اللي عند اللعبة اللي موجود داخل الملعب لأن دايما دايما زي ما بقول دايما أن مفاتيح لعب النادي الأهلي سواء بيرسي تاو أو حسين الشحاد أو كهرباء الهجمة اللي بيقدروا يروحوا بيها مثلا من 3-4 هجمال لا بيحرزوا هدف يعني بتبقى هجمة منظمة بيقدر يحرزوا هدف مع دي كانت ميزة كهرباء أن أنت من ربع فرصة أو من نص فرصة بيقدر يسجل هدف فهنا دي ميزة كهرباء ميزة بيرسي تاو أنه بيعمل أسستو ممكن يحرز هدف حسين الشحاد بيعمل أسستو ممكن يحرز هدف حمدي فتح لما بيعمل الزيادة من تحت بيعمل زيادة عددية بيحرز هدف بيحرز هدف بيحرز هدف بيحرز هدف فهو ممكن يعمل أسست للكهرباء فده كل دي العوامل حالة تنظيمية طريقة لعب بتطبك سواء داخل ملعب أو خارج الملعب عشان كده كل جماهير النادي أهلي متطمنة الأداء النادي الأهلي وفي الآخر بيلاقي نتيجة تقدر تقول مارسل كولر من بداية السيزن البتي أمتع وأقنع يعني قدم اللي كان منتظر منه ولا لسه شوية لا هو المنتظر منه أكبر كم من البطولات أكبر كم من البطولات يعني أنت تقيم الرجل على الأرقام بتاعته أو على بطولاته مع النادي الأهلي طبعا بس طبعا لأن هنا ده اللي عايزه مجلس دارة النادي الأهلي أن أنت الرجل دايما استراتيجية أو سيستم مجلس دارة النادي الأهلي أنه بيحاسب الرجل على البطولة لأن أنا كنت داخل النادي الأهلي وبنتحاسب على البطولة كان موجود الكابتن حسن حمدي وكان الكابتن خطيب نائب حققنا إذا اشتركنا في سبع بطولات حققنا ستة اتحاسبنا على السبعة وكان ساعتها كان مباراة النجم الساحلي مع العرجون 2007 طبعا وكان لها ما حسبش فيها ضربة جزاء ضربتين جزاء الواحدة لابوتريكا وواحدة لجديد وكان لنا ضربة جزاء في تونس فإحنا فوجئنا أن الكابتن حسن عامل اجتماع بالفرق أنتم إزاي ما تاخدوش البطولة دي فهنا مردودك أنت كلعيب لا الراجل أو مجلس الإدارة بيتحاسب على البطولة لكن خلينا كلم جمهور يعني الإدارة لها في النهاية طبعا أرقام لكن جمهور هل أنت شايف أنه النهاردة كواحد من الجمهور الناس راضية عن بصمة مارسل كولر الناس شايفها أنه الأهلي اتطور أو 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 عالج مشاكله وأداءه اتطور مع مارسل كولر بالشكل يتقنسب مع اللي كانت ما استعنينا الجمهور ولا عشان نقول ده لازم سيزين كامل يخلص فنقيم مارسل كولر كموديل فني والله أنا أكتر حاجة بتفرحني من جماهير النادي الأهلي إن هي في أي حالة من الأحوال بتساند ما ده مفوش شك لكن اللي رفع سقف طموح الجماهير ودي حاجة ما يتلمش عليها جماهير النادي الأهلي إن هو دايما عايزك الأول دايما عايزك تحرز البطولة لأن انت كلعيبة أو كأجيال رفعته سقف طموح الجماهير النادي الأهلي إن انت طبيعي إن انت توصل فينا لأفريقيا لكن اللي مش طبيعي إن انت ما تحققش لأن انت حققت قبل كده وجدير إن انت تحقق فعلى كده ممكن جماهير النادي الأهلي بتبقى زعلانا شوالا إن انت ما حققتش البطولة لكن بتسعد بشكل أكبر لأداء الفرقة لأداء الفرقة لما بتشوف اللعيبة كلها عملت اللي عليها كله تعب كله أدى اللي عليه كله أدى الأداء أو المرضود اللي مطلوب منه اتجاه الفرقة هتلاقي الجماهير حتى لو في نتيجة سلبية أكيد بتساند لكن لما فيه تخازل بعض الشيء من بعض اللعيبة أو تخازل في الأداء أو تقصير من المدير الفني فأتلاقي ده اللي بيغضب جماهير النادي الأهلي شوية لكن دايما بنتكلم إن جماهير النادي الأهلي بتساند دايما في المرة قبل الحلوة وده اللي ما عودنا عليه كل جماهير النادي الأهلي لكن الكرة الحلوة أكيد بتسعد بها الجماهير مع مكسب وده اللي قدر مستر كولر بالجهاز الفني باللعيبة إن هم يوصلوا الجماهير النادي الأهلي لا إحنا بنقدي بكسورة كويسة بنقدي أداء جيد فنيا مع نتيجة إيجابية أكيد لازم جماهير النادي الأهلي تسعد طبعا طيب هاركن دلوقتي مطش يوم 11 ده على جام يعني يعني مطش يوم 11 ده مش هفكر فيه أساسا واعتبر إنه النهائي حرفيا كده هعتبر إنه نهائي هو يوم أربعة بس نهائي دوري الأبطال هو يوم أربعة بس في القاهرة هنا عندي قبل مطش النهائي هنحن نكلم على أسبوعين يا كابتن أحم أسبوعين من النهاردة هفيهم الأهلي يلعب تلات مطشات هنلعب يوم الثلاثة اللي جاي مع أمبي في الدوري في الدوري وبعد كده يوم الجمعة مع الجيش ويوم الأتنين يوم الأتنين مع سيراميكا من الأتنين ده للسبت اللي بعده هيكون أول جولة خمس تيام على أول جولة في الجولة مباراة النهائية أو مواجهة النهائية مع الودان شايف التعامل الأمثل على مدار الأسبوعين وإنت عندك تلات مطشات يكون إزاي هل تريح ولا تركز على التشكيل الأساسية هل تحط في اعتبارك أنك بتحضر تلات مطشات دور وخصوصا برضو أنت عارف وتفقدت لبس أكيد بتكلموا أنه أنت حساباتك في الدوري مريحة يعني أنت متقدم في الدوري وليك عدد معجلات لو كسبتهم إن شاء الله كلهم تحسم البطولة بدري بدري فتفكر في التلات مطشات دور ازاي هو قدت لبس الفرقة أو الجهاز بيعرف يفصل كويس يعني بيعرف يفصل كويس بين أفريقيا وبين الدوري أنا أعتقد أن بعض اللعيبة اللي هي ما كانتش بتشارك هتشارك المباريات اللي جاية لأن برضو خلينا وقعين احنا بنفصل كويس لكن الرجل عينه على الفاينل وعينه واللعيبة كمان يعني واللعيبة كمان عينها على الفاينل كله عينها على الفاينل لكن مش هياخد منه في الدوري ده اللي الناس لازم تبقى واسكة فيه بشكل كبير جدا أن اللعيبة الموجودة بالجهاز الفني بيقدر يفصل محليا وأفريقيا كويس عشان كده أنا بشوف أن الأهم عنصر هو العنصر اللي ما كانش بيشارك الفترة الأخيرة التشكيل الأساسي اللي بيلعب متغيرين مين أنت محتاج تشوفه في الملعب أو تتمنى أنك أنت تشوفه في الثلاث منتشاط دون مين لازم ياخد يعني رجله تبقى في الملعب طاهر طاهر مهم أنه هو يدخل لأن مهم جدا ترايح بيرسي تاوي حسين الشحات شريف ياخد ممكن مكان كهرباء في نص الملعب ممكن ياخد السلية سوى ممكن أنت رايح حمدي فتحي أو أي حد من نص الملعب مروان فارق بشكل كبير مع نص الملعب طبيعي أنه هو ياخد ولسه يشارك لكن ضغط المباراة أتمنى أن يبقى في حد مع علي معلول يعني مع حد مع علي معلول مرح 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 بيشارك مكان هاني دايما فيه تغييره مرح نزل مكان مكان معلول مكان معلول بس لكن معلول مهم يريح يعني مهم يريح لأن أنت علي مستنزف مستنزف بشكل كبير جدا رجل محليان وأفريقان بيعتمد عليه بشكل كبير وهو من أهم العناصر الموجودة لكن في بعض اللعيبة أتمنى أتمنى أن هي لما تشارك ممكن عبد القادر ياخد الفترة اللي جاية أتمنى أن اللعيبة كلها تبقى بتقدي المية في المية بتاعتها مع اللعيبة اللي ممكن تريح اللي كان بتلعب بشكل أساسي كله ده في مصطحة الفرقة لكن أنا بقول ليه عناصر جديدة أن أنت عندك كل ثلاثة يام مباراة وده حاجة مش جديدة على النادي الأهلي لكن ضغط موراة بشكل كبير جدا وضغط بدني كبير جدا على اللعيبة اللي بتشارك عشان كده ممكن يريح عبد المنع ويلعب ياسر ومتولي وراء في بعض التغيير كده المهم أنها تحصل لو أنت عينك على المباراة الفينال طيب كيف سيواجه الأهلي الوداد في سيناريو مكرر وإن كانت طبعا الاختلاف الوحيد عن المواجهة السنة فاتت أنه مباراة السنة دي أو مواجهة النهائي السنة دي هتكون على مبارتين ذهاب وعودة ذهاب وإيها الذهاب في القاهرة ثم العودة في الدار البيضة وتعالوا نقرأ كده بقى الترجي أو نذاكر الترجي بشكل فيه تفاصيل كتير ونستعرض ونشوف مشواره عامل إزاي في أفريقيا لأنه مشواره ما كانش الأفضل ويمكن كانت ناس كتير جد المستبعيدة حتى مجرد وصوله للدور قبل النهاية بعد تراجع أداءه ونتائجه على مدوره مشوار البطولة لكن وده ده النهائي بالتأكيد هيكون مختلف خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع نجميلة كابتن أحمد علي أرقام خاصة بأهداف أو معدلات تسجيل أهداف نادي الأهلي الموسم ده في كل المسابقات في لكل الخطوط الأهلي إجمالا سجل 69 هدف خط دفاعه فعالية الأهلي الهجومية تبدأ من خط الدفاع خط أو لعابي خط دفاع نادي الأهلي مسجلين 13 هدف لعابي خط الوسط مسجلين 8 أهداف ولعابي الوسط الهجومي أو الأجنحة مسجلين 27 هدف وخط الهجوم مسجل 21 هدف شوف الأرقام دي إزاي أسمع تعليقك عليها الأول أرقام جيدة جدا طبعا أن أنت كل الخطوط بتقدر تستغل الفرص اللي بيجي لك وخصوصا أرقام خط الظهر ده أكبر دليل أن الرجل شغال على كوارس سابتة بشكل جيد سواء بيطلع بيحرز هدف عبد المنعم أو يسر إبراهيم أو محمود متولي ده أن الرجل فيه كذا طرق أو كذا استغلال للأداء النادي الأهلي حتى لو أن أنت مش قادر على مستوى الهجوم أن أنت بتقدر تفنش هجمات لكن بتقدر تشتغل من كوارس سابتة حتى لو مفتح لعب مقفولة عليك بشكل كبير جدا كوارس سابتة بيبقى عليها عامل سواء من الدربات الركنية أو الفاولات اللي من خارج الثمانتاشر فدي أرقام جيدة جدا لكل الخطوط اللي موجودة عارف وإنت بتتكلم على الناحية الهجومية كمان افتكرت أنها واحد دفعية في فترة من الفترات كده كان طهر متقلق فيها جدا ونتعرف طهر البدني عنده ما شاء الله عالي فكان دائما يقول لك أنه في البدايات كان كولر بيعتمد عليه لأنه كمان بيقدي الواجبات الدفاعية النهاردة وإحنا بنتكلم أنا خدر وإنت بتقول ده بفتكر كمان إن واحد دفعية زيما المدفعين ليه ومشاركات هجومية وفعالين وبيسجلوا أهداف كمان النهاردة بقيت أشوف بيرسي بيعمل واجب الدفاعي حسين الشحاد بيعمل واجب الدفاعي أحمد عبدالقادر رغم أنه مظهرش كتير فترة أخيرة لكن شفت له حاجات ما كنتش شوفها عبدالقادر بيعمل الدور ده نهائي وبيعملها بإجادة تن لا عبدالقادر في أحد المباريات لو حضركت تتذكر إن بيدافع في الستيار ده بتاعتنادي الأهلي أنا بقول لك وهاجمة ده في مباراة بيرامتس في نهاية كالسوبر لقيته وراء علي معلول بيدافع في الستيار ده ومضيع واضح إن الرجل يعني شغال واحد على تيمورك وفيش حاجة سمعه إن المهاجم يهاجم بس وإن المدافع يدفع بس لأ كل واحد ليه في الملعب براسم لكل دور نواحي دفاعية ونواحي هجومية واللعيبة كمان بتاعت تتطور المهاجمين بقى إنا بنشوفهم كلهم بيقدوا أدوارهم دفاعية والمدافعين كمان كلهم من عرض مسجلين أهداف ما دي ميزة دي اللي بتميز أي لعب داخل النادي الأهلي ودي اللي بيحريص عليها الرجل بشكل كبير جدا إن أنت زي ما بقى لك مهام هجومية أنت لك مهام دفاعية هنا الرجل دي الأفضلية لك إن أنت وإنت لعب إن أنت تلعب هل بتهاجم كويس وما بتدفعش كويس فلا مش يبقى لك دور لكن مهم جدا قبل ما تكون بتهاجم كويس أنت بترجع مع الرجل اللي بيلعب تحت منك أو بترجع في حالة الزيادة مثلا علي معلول لوزيد عبدالقادر يغطي وراث زي أحسن الشحق بيعمل وجب دفاعي مع علي معلول زي الناحية التانية هتلاقي بيرستاو بيدافع مع محمد هاني زي هتلاقي النزول طهر حالة البدنية الجيدة اللي بتبقى عنده بيرجع ويدافع إشراك خالد عبدالفتاح ما كان محمد هاني بيقدر يقدي الدور الهجومي والدفاعي زي فكل ده بيصب في مصطحة الفرقة كل ده هنشوف الأرقام الجيدة اللي احنا بنتكلم عليها دايما من طريقة لعب الراجل ومن الأداء الجيد اللي بيقديه كل أي حد عنصر داخل النادي الأهلي سواء في مستوى الدفاع أو نص الملعب أو مستوى الهجوم بيقدي الدور بقى أكمل وجهة جيدة تعالوا روح للأهلي والداد طمام الأول ايه فرق بين نهائي الثانية والنهائي السنة اللي فاتت الفرق إنه ذهاب وعودة يعني ذهاب وعودة فيه هنا فيه تكافؤ فرص وده اللي مكانش موجود السنة اللي فاتت كأهلاوي حسيت بالظلم السنة اللي فاتت بالظلم مبين يعني بالظلم مبين ولإنه كان مهم جدا تحدد الفينر لو أنت محدد الفينر من قبل البطولة أو حتى من أول البطولة كنا نقول ماشي ما فيش مشكلة ده كان حصل على فكرة في النسخة بتاعة النجمة العشر يعني لو تفتكر بطولة الدولي الأبطال اللي الأهلي واجه فيها كايزورت شيفز تلعبنا النهائي فين؟ في لعب شمتزاك في الضر البيض عشان كان يتحدد من بداية البطولة أنه النهائي هيتلعب في المغرب وعلى فكرة كايزورت شيفز في قبل النهائي كان بيلعب الوداد طمعين والأهلي ما كانش عنده أي اعتراض ليه؟ وكان الوداد فرصه أكبر فيه عشان كان بتحدد الفاينال من قبلها لكن عشان كان الفاينال متحدد من قبلها عشان في ناس فتح الملف تاني بيقولك الأهلي بيتحجج ومش بيتحجج والأهلي مليكش حجة لا دايماً الأهلي ما بيعلقش شمع بيقولك اي هو أنت لما كنت بتاعب دوري أبطال أفريقيا توصل النهائي مرة واثنين وتتعة أربعة أصحابك الزملكوية كان بيقولك ايه؟ بنتشجع الأهلي ولا نفسها الأهلي يخسر؟ لا هي حالة بتبقى غريبة علي بصراحة تبقى غريبة علي عايزين الأهل يخسر أصد أي فريق فدي حالة غريبة يعني احنا دايما بنتكلم أن نادي الأهل هو خير ومن يمثل مصر في المحافل الدولية وده بالأرقام وده بالتاريخ لكن ده ما يدكش مبرر أن أنت تغل على الأهل أو عايز أي فريق حتى لو باللعب فريق درجة ربعة عايزين أنه يكسب الأهل لا احنا دايما بصين للأهل ينفعش أقولك أن ده شعور طبيعي لأنه أنا مش قادر أعمل حاجة ففوزك ووصولك للنهائي كل سنة بينور وبيبروز حالة العجزة أو حالة الفشل أو حالة عدم النجاحة اللي أنا عايش فيها ده ما يديش مبرر فإنك ما توجعليش دماغي يبقى كل سنة هتوصل للنهائي توصل أربعة نهائي وأربعة لا أنا شايف أن الناس مركزة بشكل أكبر أن خلاص بقى زهاب وإياب أو زهاب بس أو لا النادي الأهل تحت أي ظروف يلعب تحت أي ظروف يلعب وده كان تصريح بشكل كبير جدا من الكابتر محمود الخطيب قبل النهاية السنة اللي فات لا احنا في المغرب هنلعب يعني في أي حتة هنلعب كله كان بيقول لا النادي الأهل لازم يعتذر زي ما فيه رأة تانية بتعتذر لأسباب يعني ما فيش يعني مواجهة أصعب من أن أنت بتلعب الودات في الفاينل أن أنت مبرر لك وظلم يبين وأن أنت بتحدد المغرأة هيأثر على مواجهة الأربعة ووحداشر يأثر اللي حصل في النهاية السنة اللي فاتت وإحساس اللعيبة وأن نفس اللعيبة دي هي اللي لعبت هناك وحست أنها تظلمت وأنها تحرمت من اللقب كانت هي حقه أجدر به وأنه لو كان فيه عدالة أو مساواة في التكافئ فرص كان ممكن جدا تبقى البطولة الثالثة اليوم على التوالي بيكسبوها يأثر ده على دوافاحهم وتفكيرهم في مطشين الوداد اللي جايين هيأثر بالإيجابية 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 هو ده النادي الأهلي طول ما أنت عندك حوافظ ودوافع بتقلب الإيجابية تحت أي ظروف وميستر كولر ما كانتش حاضر ده هل لعيبة أنا فاهم طبعا لعيبة كانت حاضرة ده لكن هل أعصد أقول ممكن تفكير ميستر كولر أنه لا أنا ما ليش علاقة بالقصة دي أنا إنسى اللي فات ده مش بتاعي أنا ليه في اللي جاي ده ويفكر بشكل مختلف ولا يحاول يشتغل على ده أكتر كمان ويعني يخلق دوافع عبدالعيبة هو هيشتغل على لما هيلاقي حماسة اللعيبة حماسة الجهاز الفني المعاون اللي معاه إنهما لمسوا ده السنة اللي فاتت كابتن سيد عبدالحفيز كل اللي شاف المشهد السنة اللي فاتت هيبقى دور الرجل الأكبر إنه هو يخرج أي طاقة سلبية أي دوافع حماسية بشكل كبير من اللعيبة وإنه هو يقلل الضغط عليهم بشكل كبير جدا لأن بلغة الكرة كده في طار قدين اللعيبة هتبقى نازلة قد المسؤولية عندها دوافع وحافز كبير جدا إنه هو ياخد البطولة اللي ما قدرش ياخدها منه السنة اللي فاتت صحيح فالدوافع اللي عند اللعيبة دي أقول عند اللعيبة في المقام الأول عند اللعيبة الكبيرة عند قوضة لبس النادي الأهلي لا فيه دوافع لازم تحقق المكسب لازم تسعة جماهيرك عشان الصورة اللي حصلت السنة اللي فاتت ما تتكررش تاني وده هيبان وده سقطنا في اللعيبة الموجودة مع الجهاز الفني لكن الدور الأكبر عامستر كولر إنه هو هيحاول يقلل اتقل الزيادة اللي عند اللعيبة أعتقد إن اللعيبة كلها تبقى على قد المسؤولية وحاسين بالمسؤولية لو عيشت الحالة يعني حالة إنك إنت شخصين هتلعب بالمطش اللي جاي ده مطشة أربعة إيه اللي مستنين من الجمهور اللي هيبقى موجود في الاستاذ وإيه اللي مستنين من الجمهور في فترة ما قبل المباراة اللعيبة مستنين من الجمهور الدعم الدعم الكامل وده اللي مريحنا ومطمننا كلنا كمحبي النادي الأهلي من أول التسخين أو من قبل التسخين أو على سوشيال ميديا الدعم الكامل للعيبة الدعم الكامل للجهاز الفني إن اللعيبة لازم جماهير النادي الأهلي تبقى واسقة مليار في المية إن اللعيبة على قد المسؤولية إن هم عايزين يسعدوكم أنتو كجماهير لكن الدعم الكامل الموجود من جماهير النادي الأهلي ده مهم يحصل من أول دقيقة ووارد جدا أن أنت في المباراة يحصل إخفاق معين أو ممكن يحرق يجي فيك هدف لكن مهم جدا أن تفضل تبقى داعم لأن هنا زي ما قلت دايما وبقول دايما أن لعيبة النادي الأهلي رفعت سقف في طموح جماهير النادي الأهلي صحيح على عكس الأهلي يعني إحنا نبتدين بأرقام الأهلي ومشاره في دور الأبطال صحيح كان فيه دروب رغم أننا بالمناسبة بدأنا البطولة بشكل كويس جدا لكن من بعد ما رجعنا كاس العالم هي بطولة كاس العالم دي لغبطت شوية الحسابات عندنا أربكتنا يعني أو أصرت علينا بالسلب يعني لكن من بعد ما الأهلي استعدت وزنه وقدم مشوار ولا أروع كسبنا القطن كسبنا الهلال كسبنا الرجاء كسبنا الترجي وزي ما تكلمنا في الأقام سجلنا وما استقبلناشه أو أي لآخر على العكس من ده الودات كان مشواره في النسخة دي من البطولة متزبزب جدا يعني ما فيش مرحلة من كل المراحل اللي أنت شفتها في مشوار دوري الأبطال تقدر تقول أنه الودات لم يعاني في كل المواجهات اللي دخل فيها حتى بما فيهم تأهل الموارد أنه كان بشق الأنفس كان بمعاناة اتعادل صفر صفر على أرضه قدام فرقة كان بتلعب في وقت من العوقات نقصة 2 وراح سانداونز هناك تأخر ثم تعدل ثم تأخر ثم تعدل وتأهل بفكرة الهدف خارج الأرض فمشوار الودات في البطولة كله تقريبا فيه معاناة هل تتوقع أنه ده يستمر في الأوداء يترجم أوداء يعتمد عليه في حاجة وانت بتحضر لمواجهة الودات في النهاية لا زي ما بنتكلم على لعيدة النادي الأهلي وعندهم قامات البطولة مهم جدا نتكلم على فريق الودات وأنه فعلا اللعيبة عندهم قامات البطولة آخر فريق أحرص دوري الأبطال خصوصا كان أمام النادي الأهلي دايما أي فريق بيلعب النادي الأهلي دايما بتتكلم عليه إن النادي الأهلي كتاب مفتوح قدام أي فرقة بيلعبها ده هيواجه صعوبات يعني هيواجه صعوبات مع لعيبة النادي الأهلي لا فريق الوداد فريق جيد مع مدير فن جديد كما يحتاج اللعيبة كلها تثبت نفسها وأن هي تبقى موجودة هيدي دوافع لفريق الوداد وفريق الوداد عنده دوافع كبيرة جدا أنه هو يحقق البطولة مع دوافع أن الراجل زي ما حصل مع مستر موسيماني جاء قبل كده النادي الأهلي وقدر أنه أول ما جاء أحرص بطولة للنادي الأهلي ودوري أبطال أفريقيا كل الدوافع دي هتلاقيها عند فريق الوداد وهيفصله كويس يعني نادي الأهلي أو لعيبة نادي الأهلي أو الجهاز الفني مهم جدا هو مش هلعب خصم سهل هلعب خصم عنيد عنده دوافع ودوافع كبيرة جدا لأن أي حد بيلعب نادي الأهلي كده كده بيبع عنده دوافع كبيرة هتفكر إزاي في المطشيدي هتفكر عنه كميستر كولر هتفكر عنه مطشي القاهيرة هنا هو مبارات الحسب هتلعب الكل في الكل هتحاول نتحق نتيجة ريحك وتنهي على أمال الوداد قبل ما تروح ولا هتلعب بشكل متوازن على أساس النوق المواجهة من جولتين جولة في القاهرة وجولة في الدارة البيضة لا أتوقع أن رجل عايز يحسمها بدري يعني عايز يحسمها بدري ويعمل نتيجة تريحه هناك يعمل نتيجة تريحه هناك يعمل نتيجة تشيل الضغط من على لعيبة النادي الأهلي هناك وده اللي هيفرق يعني أنت الشوت الأول هنا في مصر يقول كده الشوت الأول في مصر والشوت الأول الثاني في الدارة البيضة لكن اللي هيفرق معك بشكل كبير جدا ويديك أريحية حتى أنت كجهاز فني وكلعيبة أن أنت تعمل نتيجة هنا إيجابية وده مش عايزينه يسبب ضغط على اللعيبة لأن ده ده اللي مريحنا كلنا كجماهير أن الرجل ما بيغيرش سياسة لعبه زي ما قلتوا حضرك بيلعب داخل الملعب زي خارج الملعب وده اللي مريحنا بشكل كبير جدا لكن النتيجة هنا في مصر هتفرق معك بشكل كبير جدا أن هي تشيل من عليك الضغط هناك في تونس إيه النتيجة اللي تشيل الضغط من عليك من هنا أي مكسب يشيل من عليك الضغط هناك ولا مطلوب مكسب بنتيجة كبيرة يعني شايف إيه الحاجة اللي تودينا الدارة البيضة مرتاحية أن أنت ما يدخلش فيك أهداف ما يدخلش فيك أهداف أول حاجة ده مهم جدا بس لازم تسجل برضو لازم تسجل بس في المقام الأول أن أنت ما يدخلش فيك أهداف لكن كده كده أنت ان شاء الله هتسجل مهم جدا أنت تكون بتدفع بشكل جيد بالحالة التنظيمية اللي أنت عليها بتقارب الخطوط ومفاتيح اللعبة زي ما بنتكلم دايما هتفرق معك بشكل كبير جدا سواء مفاتيح اللعبة تقدر تحرز أهداف مع سواء أي حد ما موجود في خط الفيروت مع الكور السابتة اللي احنا بنتكلم عليها أن أنت تقدر تستغل ده لكن طول ما أنت ما بيجيش فيك أهداف وتقدر تحرز نتيجة إجابية ده هيسهل عليك المأمورية هناك أكيد أري مواطن ضعف الوداد يعني أري أضعف خطوطه أري المراكز اللي فيها مشاكل ممكن الأهل يشتغل عليها ولا لسه بدري على ده لا أضعف خطوطه من قلب الدفاع قلب الدفاع قلب الدفاع ودي اللي بتديك هتديك الأفضلية دايما أن أنت قلب الدفاع وبطء جديد في قلب الدفاع التمركز ما بيبقاش جيد في قلب الدفاع حتى الحالة التنظيمية عند الأرباع اللي ورا ما بتبقاش بشكل جيد ما بقاش قفلين مسحات بشكل جيد هنا كور البينية مثلا من برسيتاء أو حسين الشحات أو كهرباء استغلال بعض الفرصة أو التكمل اللي ممكن بيعملها حمدي فتحي ممكن تخلق أكتر من فرصة وده هيفرق معاك بشكل كبير أقوى تشكيلة من وجهة نظر أحمد عادل يواجه بيها كولر الوداد في مطش الزهاد أكيد في خط الظهر الشناوي محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني علي معلول في نص الملعب أليو ديانج مروان حمدي فتحي بيرسيتاء وحسين الشحات كهرباء يعني نفس التشكيل اللي بدأ بيها باستثناء علي لطفي لا نفس التشكيل رأيك في علي لطفي مبارح أداء هايل يعني أداء علي لطفي هايل وأنا مش مع بعض الأقويل إن النادي الأهلي محتاج حارس مرم دي أقويل ممكن تسبب ممكن قلق عند اللعيبة شوية لكن لا الشناوي حارس الأول في مصر علي لطفي مفيش حد أحسن منه أنت تتعاقد معنا يبقى منافس للشناوي عندك مصطفى شبير ما شاء الله لما بياخد وعاوزين مش هنقول صغير في السن لكن في أنت تبقى ثالث أو كدير أنت ممكن تخش تبقى ثاني أو المباراة اللي أنت شاركت فيها قدت تحارك تبقى حارس الأول للنادي الأهلي لا المركز ده في النادي الأهلي فيه طمئنام بشكل كبير جدا ومش مفيش حراس أحسن من الموجود مش هيسعى الترجي لكن هاختب كلمة قلتها لأحمد قبل ما ندخلها على هوا أطول قلت الأهلي لو لعب بنفس المستوى والأداء والروح اللي ظهر بيها في كاس العالم مفيش فريق في أفريقيا ممكن يوافق قدامه متفق ولا مختلف لا متفق معك تماما وده اللي مريحنا بشكل كبير جدا فأتمنى لو النادي الأهلي أقدي بنفس الأداء ده بنفس التنظيم ده أتوقع بشكل كبير جدا أن النادي الأهلي إن شاء الله يا حال بطولة 11 ثقاتنا كبيرة في نجومنا وفريقتنا ثقاتنا كبيرة الحقيقة وبتزداد يوم بعد يوم كل مباراة ثقتي في مستر كولر بتزداد وبشوف الراجل ده إن شاء الله مشروع مدرب يقدر يحقق إنجازات كبيرة جدا مع الأهلي السبعية دايما قدام عينينا الموسم ده إن شاء الله بإذن الله نقدر نحقق فريقة الأهلي تحقق سبع ألقاب لكن مطلوب التركيز نحن على بعد 14 يوم من أهم مباراة أو أهم مواجهة الموسم ده للنادي الأهلي الحداشر قريبة مش بعيدة التركيز الالتزام المجهود وأعتقد إن الأهلي إن شاء الله قدر يحسم البطولة دي لصالحه شكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد نوارت الدنيا ومبروك مرة تانية الله يبارك في تقاول النهاية إن شاء الله المقابلة جاية ببارك لك على نجمة الحداشر في تاريخ الأهلي يا رب إن شاء الله ودايما بسعد أنا موجود مع حدارك سيدا إن شاء الله من النهار ده بس عايزين جمهور صحي مع فرقته قدامنا فترة مش كبيرة وعندنا ثلاث مواجهات برضو مهمين جدا نتطمن على فرقتنا ونأكد على صدرتنا لبطولة الدوري وبإذن الله نكون على المعايد جاهزين للوداد في نهاية يوم أربعة إن شاء الله في القاهرة مستنين جمهور نادي الأهلي يملى للاستاذ كله ويشجع ويقازر كما عودنا دايما الحقيقة هو اللاعب رقم واحد في نادي الأهلي بشكركم على المتابعة ودايما نتقابل على كل خير في الثلاثة تحياتي لكم